أحدثكم عن الكافي وفقا لخبرتي ولا أهتم إن كنتم لا تحترمون خبرتي هذا الأمر ليس مهما عندي لا أعبأ بالذي يحترم خبرتي ولا أعبأ بالذي لا يحترم خبرتي أنا أحترم خبرتي لأنني أعرف كيف تكونت وكيف نشأت وما هي مصادرها وما هي تفاصيل أسرارها فأنا صاحب الخبرة وأنا الأعرف بشؤونها وما كونها وما ينتج عنها ولذا فإني أحدثكم بخبرتي لا شأن لي بالآخرين الآخرون أحرار ولا شأن لي بما يقولون ولا أعبأ أن تحترموا خبرتي أو أن لا تحترموا خبرتي أنا أحترم خبرتي عايشت هذه الكتب لأكثر من أربعين عاما إنني أعرفها صدقوني أعرفها بنحو هو أكثر مما أعرف أفراد أسرتي أعرف هذه الكتب خصوصا الكافي الكافي وما يماثله الحديث هنا عن الكافي أحب كتاب إلى نفسي وأطيب كتاب عندي إنه حديث الله حديث رسول الله وحديث آل رسول الله هذا هو الكافي الكافي حديث الله حديثهم حديث الله حديث الله وحديث رسول الله وحديث آل رسول الله هذا هو الكافي الكافي الكليني ألفه بطريقة عجيبة على الأقل من وجهة نظري هو جامع للأحاديث لكنه حينما يضع عنوانا فإنه يرتب الأحاديث بطريقة لا بد أن نخرج منها عند قراءتها بنتيجة واضحة سلسة وهذا لا يوجد في أي جامع حديثي آخر إذا أردت أن أقارن أفضل كتب الحديث بعد الكافي إنها كتب الصدوق ولكن كتب الصدوق ليست كذلك إنه يحاول أن يكون كما هو الحال الذي عليه كتاب الكافي لكن بونا شاسعا بين الاثنين أما الآخرون من غير الصدوق فإن المسافة غير قابلة للقياس فيما بينهم وبين الكلين في الكافي الكافي كتاب مميز جدا ليس معصوما ليس كاملا بالمطلق أن قائص البشرية موجودة ويد التحريف وصلت إليه ويد التصحيف كذلك واختلفت طبعاته ونسخه الأمور التي تجري على سائر الكتب جرت عليه ولا زالت تجري عليه لكن الجوهر الأساس في الكتاب لا زال قائما وثابتا وواضحا فكل هذه الطوارئ ما أخذت من الكافي شيئا الهدف الذي كان يريده ذلك الشخص الطالب الذي طلب من الكليني تحقق في هذا الكتاب ولا زال متحققا الكليني أخذ عنوان الكتاب من نفس الطلب هو طلب منه أن يؤلف كتابا كافيا طريقة التأليف أخذها الكليني من نفس الطالب الذي طلب منه فمن هو هذا؟ ماذا تقول هنا أنتم؟ ما ينقل على الألسنة من أن الكتاب عرض على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وقال الكافي كافي لشيعتنا هذا موجود يذكر في الكتب لكننا لا نملك مصدرا دقيقا لهذه الواقعة ذكر في العديد من المصادر على سبيل المثال روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمحمد باقر الموسوي الخانساري هذا هو الجزء السادس من طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان في ترجمة محمد بن يعقوب الكليني وهذه الترجمة تبدأ في الصفحة الحادية بعد المئة رقم الترجمة خمسمية واثمانية وستين في تفاصيل الترجمة يشير في صفحة مية وتسعة من أن الكتاب عرض على الإمام الحجة وقال عنه بأنه كاف لشيعتنا نقله صاحب روضات الجنات عن المحدث إني سابوري في كتابه الموسوم بمنية المرتاد في ذكر نفاة الإجتهات وأيضا الأغى خليل القزويني ذكر هذا في كتابه وآخرون هذه الواقعة ذكرت لكنها في كتب المتأخرين لم نجد مصدرا من مصادرنا القديمة التي ذكرت التوقعات ذكر لنا هذا التوقيع بغض النظر عن المصادر مضمون هذا الكلام أتحدث عن خبرتي والتي لا شأن لي بالآخرين أن يحترموها أو أن لا يحترموها أتحدث عن خبرتي التي أحترمها أنا هذا المضمون بنحو عملي وواقعي هو موجود في كتاب الكافي بغض النظر أن الكلام قاله الإمام أم لم يقله وبغض النظر أن الطالب الذي طلب من الكلين هو العمر الثاني وهو الذي سم الكتاب كما جاء في مقدمة الكافي طلب كتابا كافيا من الكلين بغض النظر عن كل ذلك أتحدث عن خبرتي الطويلة مع هذا الكتاب إنني أقول هذا الكتاب كافٍ للشيعة هذا الكتاب كافٍ لي وكافٍ للشيعة وسيأتي الكلام عن هذا الكتاب أيضاً في تشخيص التكليف الشرعي ولكن في آخر هذه الحلقات وليس الآن حينما يكون الحديث عن التكليف الشرعي وماذا يفعل الشيعي في هذا الزمان حينما يريد أن يعرف أحكام دينه سأحدثكم في وقتها عن هذا الكتاب نحن الآن بخصوص الحديث عن الخمس الطيب زمان الغيبة الأولى إلى الآن لم تتضح الصورة لماذا أحدثكم عن الكافي لابد أن أعرفكم بكتاب الكافي وبعد ذلك أبين لكم مقصدي ومرادي الكليني ألف الكتاب على ثلاثة أخسام القسم الأول بحسب الطبعة المعروفة هناك أكثر من طبعة للكافي الطبعة التي قسموا فيها الكافي إلى ثمانية أجزاء وهذه هي الطبعة المشهورة والتي تتواجد في أكثر المكتبات الكافي الذي يتألف من ثمانية أجزاء الجزء الأول من الكافي هذا الجزء جزء العقائد وأهم بابين فيه باب التوحيد وباب الحج إذا أردت العقيدة الصافية النقية فإنها في الجزء الأول من الكافي مع أن الكليني جعل كتاب الحجة أكبر من كتاب التوحيد لكنه اعتذر عن أنه لم يكن قد استوفى كل المطالب بخصوص كتاب الحجة مع أن كتاب الحجة أكبر من كتاب التوحيد لماذا؟ لأن حقيقة التوحيد هي في معرفة الحجة وما التوحيد إلا فكرة نأخذها عن الحجة والمراد من الحجة الأئمة المعصومون الأربعة عشر محمد علي فاطمة أئمة الأئمة والأئمة من ولدها من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد صلوات الله عليه كتاب الحجة هو كتابه كتاب الأئمة المعصومين الأربعة عشر من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم التوحيد فكرة عن الله نأخذها منهم صلوات الله عليه ولذا فإن كتاب الحجة في كتاب الكافي أكبر من كتاب التوحيد لهذه الغاية ومع ذلك فإن الكلينية اعتذر في مقدمة كتاب الكافي هكذا يقول بحسب الطبعة التي بين يدي في الصفحة الثالثة والعشرين ووسعنا قليلا بالقياس إلى كتاب التوحيد ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه لأننا كرهنا أن نبخس حضوظه كلها وأرجو أن يسهل الله جل وعزه إمضاء ما قدمنا من النية إن تأخر الأجل صنفنا كتابا أوسع وأكمل منه في باب الحجة نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى إلى آخر كلامه الجزء الأول في العقائت الجزء الثاني الجزء الثاني في المفاهيم الفكرية الدينية وفي السلوك الروحاني هذا الجزء الثاني من الكافي وهذان الجزءان هما الذان يعرفان بالأصول بأصول الكافي الجزء الأول في العقائت والجزء الثاني في المفاهيم المعرفية الدينية مع مطالب وحقائق السلوك الروحاني بعبارة أخرى إذا أردت أن تعرف قواعد علم الأخلاق قواعد علم السلوك إذا أردت أن تعرف الأذكار والعبادات والرياضات الشرعية فإنك ستجدها في الجزء الثاني من الكافي الشريف هذان الجزءان الأول والثاني من الجزء الثالث إلى الجزء السابع خمسة أجزاء هذه هي الرسالة العملية في الكافي إذا سألتني أين الرسالة العملية في الكافي باب الفتاوى والأحكام والعبادات والمعاملات وسائر الطقوس والأنحاء الأخرى التي تصب في هذا المجرى الرسالة العملية في كتاب الكافي للكلين هي هذه من الجزء الثالث إلى الجزء السابع الثالث الرابع الخامس السادس السابع أما الجزء الثامن والذي يعرف بالروضة الجزءان أصول الكافي الأجزاء الخمسة فروع الكافي الجزء الثامن روضة الكافي روضة الكافي بمثابة جماع للأحاديث التي تنقل لنا فلسفة الحياة عبر الماضي والحاضر والمستقبل عبر الماضي وهي تحدثنا عن الأنبياء والأمم السابقة وعبر الحاضر عن ديننا وعبر المستقبل عن مستقبل العالم عن المشروع المهدوي روضة الكافي روضة الكافي كتاب الحياة فلسفة الحياة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها جمع الكوليني أهم الأحاديث التي تشكل قواعد التفكير وأسس المنطق إذا أردنا أن نكتب أو أن نستخرج نظرية كاملة لفلسفة الحياة في بعدها الديني والدنيوي بملاحظة الماضي والحاضر والمستقبل كل هذا موجود في الجزء الثامن من الكافي إذن كتاب الكافي ما بين العقائد الحق والمفاهيم الدينية وعلم الأخلاق في الجزء الأول والثاني والرسالة العملية في الأجزاء من الجزء الثالث إلى الجزء السابع أما الجزء الثامن فلسفة الحياة في ثقافة العترة الطاهرة كتاب جماع لكل فنون الدين مثل ما طلب الذي طلب من الكلين فمن هو هذا؟ من هو هذا الذي يطلب طلبا بهذه الأناقة وبهذه الرشاقة بهذه الأناقة الفكرية والرشاقة العلمية من هو هذا الذي يختار اسماً للكتاب من أنه كتاب كافي من هو هذا؟ هل هو غير العمري؟ ماذا تقولون أنتم؟ وجاء الكليني من الري إلى بغداد كي يقضي عشرين سنة في إخراج هذا الكتاب وكان الذي يعينه في الكتابة وفي الجمع شيخنا النعماني صاحب الغيبة كان ملاسقاً للكليني وهكذا حينما يترجمون له يقولون النعماني هو كاتب الكليني لأنه كان مساعداً له على طول الخط من هنا اكتسب خبرة عجيبة هذا النعماني رضوان الله تعالى عليه إنه نادرة من نوادر التشيع من النوادر التي لم تتكرر الكليني هذا ابن قولوي النعماني هذه الشخصيات لم تتكرر نذهب إلى فاصل إذن هذا الكليني وبإيجاز إذا أردت أن أحدثكم عن الكليني فإن الكلام سيطول وأما إذا أردت أن أحدثكم عن الكافي فإنني سأحتاج إلى وقت طويل وطويل وطويل جداً لطول علاقتي بهذا الكتاب وإذا أردت وإذا ما تابعتم برامجي فإنني دائماً أنقل لكم من هذا الكتاب هذا هو الكتاب الكافي لنا الكافي كافي لشيعتنا هذه حقيقة بغض النظر عن مصادر هذا الكلام هذا هو الكليني وهذا هو الكافي والكافي ألف في زمان الغيبة الأولى والكليني مات في زمان الغيبة الأولى وهذه هي الرسالة العملية ما هو حكم الخمس عند الكلين في الرسالة العملية بينت لكم الجزء الأول والثاني في العقائد والمفاهيم والأخلاق من الثالث إلى السابع رسالة عملية الجزء الثامن في فلسفة الحياة ما بين ماضيها وحاضرها ومستقبلها حديثنا عن عبادة مالية ماذا ذكر لنا الكليني في الرسالة العملية هذه التي ألفت زمان الغيبة الأولى مع كل الخصائص التي حدثتكم عنها وإن كنت قد حدثتكم بإيجاز بسبب تسارع الوقت في الرسالة العملية للكلين لا يوجد ذكر للخمس مطلقاً لماذا؟ لأنه مباح هذا هو كتاب الكهف هذه الرسالة العملية من كتاب الكافي لشيخنا الكليني الرسالة العملية زمان الغيبة الأولى هذا الجزء الثالث الطبعة طبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 489 يبدأ كتاب الزكاة يستمر إلى نهاية الجزء الثالث صفحة 560 من صفحة 489 إلى صفحة 560 كتاب الزكاة في الجزء الثالث من الكافي وإذا ما ذهبتم إلى الفهرست فهرست الكافي صفحة 571 إلى صفحة 573 فلا يوجد ذكر لهذه الكلمة الخمس مطلقة تتمة كتاب الزكاة في الجزء الرابع من طبعة نفسها نفسها البداية من الصفحة الخامسة كتاب الزكاة أبواب الصدقة وينتهي الكلام في الصفحة الثانية والستين من باب الزكاة مباشرة يأتي كتاب الصيام لا يوجد ذكر للخمس حتى إذا رجعنا إلى فهارس الكافي لا يوجد ذكر للخمس في الرسالة العملية من كتاب الكافي لماذا لم يذكر الكلين الخمس في الرسالة العملية أين ذكره ذكره في العقائد لأنه أمر نظري في زمان الغيبة الأولى ذكر الخمس في الجزء الأول من كتاب الكافي إذا ما ذهبتم إلى الجزء الأول من كتاب الكافي آخر باب في أي طبعة من طبعات الكافي وهي كثيرة آخر باب عنوانه باب الفي والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه وهو آخر باب من أبواب كتاب الحجة في الجزء الأول من الكافي الذي هو جزء المعتقدات أتتصورون أن الأمر هذا جزافي الكلين الذي لم يترك شاردة ولا واردة في الرسالة العملية التزاما بطلب الطالب الذي طلب منه الكافي أن يؤلف الكافي ووضع هذه الرسالة العملية المفصلة من أول باب من أبواب الفتاوى إلى آخر باب ما ترك مسألة إلا وجاء بها ما ترك عنوانا إلا وذكره في رسالته العملية لماذا لم يشر إلى الخمس لا من قريب ولا من بعيد ولا بحرف واحد لأن الخمس لا يقع في الدائرة العملية زمان الغيبة الأولى خصوصا وأن الكلين هو الذي روى لنا توقيع إسحاق بن يعقوب لهذا السبب إذا رجعنا كي ندرس المقطع الأول من عصر الغيبة الكبرى بحثاً كي ندرس بحثاً عن اهتمام مراجع الشيعة آنذاك بكتاب الكافي لا نجد اهتماماً عندهم جعلوا الكتاب جانباً لأن الكتاب ينقل الحقيقة فيما يرتبط بموضوع الخمس الرسالة العملية في كتاب الكافي لم تثبت شيئاً لا من قريب ولا من بعيد في الجانب العملي للخمس وإنما أثبته الكلين في كتاب الحج من أنه من شؤون إمام زماننا من شؤون محمد وآل محمد وهذا هو الذي حدثتكم عنه طيلة الحلقات المتقدمة الخمس حق ثابت أتحدث عن الخمس الطيب حق ثابت في أعناقنا لإمام زماننا إلا أنه هو الذي أباحه وحلله منذ بداية النصف الثاني من سفارة السفير الثاني إلى وقت ظهوره صلوات الله وسلامه عليه ولذا فإن الكلين ذكر الخمس في الجزء الأول من الكافي في باب العقائد لأن الخمسة أمر نظري مثلما العقائد أمور نظرية بالدرجة الأولى وذكر الخمسة أيضا في الجزء الثامن في الروضة لماذا ذكر الخمسة في الجزء الأول في باب العقائد وذكر الخمسة في الجزء الثامن مما جاء في خطبة أمير المؤمنين والتي قرأت بعضا منها عليكم في الحلقات المتقدمة وجاء مذكورا أيضا في صفحة 227 رقم الحديث 431 يتحدث إمامنا الباقر لأبي حمزة الثمالي عن ظلم أعداء أهل البيت لأهل البيت وكيف أنهم منعوهم حقهم في الخمس وهنا في خطبة أمير المؤمنين التي خطبها في الكوفة بخواصه وتحدث فيها عن ظلم خلفاء سقيفة بني ساعدة لمحمد وآل محمد ولسائر الناس أيضا هناك حديث عن الخمس في روضة الكافي في الجزء الثامن عن ظلامة أهل البيت وكيف أن الظالمين اغتصبوا حقوقهم وحديث عن الخمس في كتاب الحجة في كتاب العقيدة في الكتاب النظري أما في الجانب العملي لم يشر الكلين إلى الخمس لا من قريب ولا من بعيد وتذكروا أن الكلينية هو الذي روى لنا توقيع إسحاق بن يعقوب ولا يوجد راو آخر غير الكلين لا يوجد راو آخر غير الكلين روى لنا توقيع إسحاق بن يعقوب لأن الصدوق رواه عن الكلين والطوس رواه عن الكلين ولا يوجد راو آخر غير الكلين روى لنا توقيع إسحاق بن يعقوب الذي يشتمل على الإباحة والتحليل ومن هنا فإن كتاب الكافي مؤلف وفقا لهذا المضمون ففي الجانب العملي في الرسالة العملية لم يتطرق الكلين إلى الخمس الطيب وحكمه وإنما تحدث في الجزء الثامن من الكافي عن الخمس تحدث عن ظلامة أهل البيت في هذه الجهة وفي الجزء الأول في كتاب الحجة ذكر الخمسة من أنه من حقوقهم من حقوقهم العقائدية والعملية أيضا لكنه لم يرتب أثرا عمليا بخصوص عبادة الخمس المالية في الرسالة العملية لكتاب الكافي وهذا يأتي منسجما مع موقف السفير الثاني لأن السفير الثاني في بداية النصف الثاني من سفارته نقل هذا التوقيع الشريف إلى الشيعة إلى إسحاق بن يعقوب ونقل عبر الكلين إلى الشيعة ألا تلاحظون أن نظاما هندسيا دقيقا بين أيدينا هؤلاء الثولان الذين يقالوا لهم آيات الله العثمى في النجف آياته الشيطان ماذا يقولون أمام هذه الحقائق التي لا يفقهونها ولا يعرفونها ولا يتنبهون إليها ولا ذكروها في كتبه ماذا يقولون هؤلاء إنها منظومة متكاملة لكن شيئا لا بد أن أشير إليه وقت الحلقة صار طويلا لكن شيئا لا بد أن أشير إليه سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أعتقد أن الصورة باتت واضحة لديكم وواضحة جدا هل هناك من وثيقة أقوى من الكهف هل هناك من وثيقة أقوى من توقيع إسحاق بن يعقوب الذي نقله الكليني نفسه ورواه عن الصدوق والطوسي ماذا تريدون أكثر من ذلك هذه هي الحقائق وهذا هو فقه العترة ترجمة نانسي قنقر